السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بجميع متتبعي الأوفياء اللي كنشكرهم بزف بزف على الدعم ديالهم المتواصل وعلى التشجيع ديالهم اللي يخطيكم علي كاملين ومرحبا أيضا بالمشاركين الجدود اللي أول مرة كيشوفوا القناة نتمنى تعجبكم وتنال الريدة ديالكم وتستفدوا منها ما تنسوش ديروا الشراك وتديروا اللايك 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 وتفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد وما تنسوش أيضا تتابعوني على الانستغرام للمزيد من التواصل ومزيد من المعلومات غادي نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف وغادي نخلي لكم في التعليق الأول أيضا الفيديو دياليوما هو جولة أخرى من الجوالات في المنزل ديالي هادي مدة طويلة ما صورت لكمش داخل المنزل ولكن بحكم من الأشغال كانت عندي متوقفة يعني ما كانش كنت موقفة الأشغال اليوم غادي نقربكم الاسبوت والليد الليدرز في الغرف ديالنوم وأيضا غادي نقربكم من المفاتح الكهربائية اللي كنت درت عدة جوالات في المحلات وكنت تقربتكم من الأسمينة والأنواع اللي كاين في السوق غادي نخلي لكم الروابط في صندوق الوصف واليوم غادي نوريكم الشكل النهائي اللي اخترت تابعوا معي الفيديو إلى الآخر هادي الاسبوت هادي الاسبوت هدو اللي كتشوفوا ده با هما في غرفة ديالنوم ديالي اللون خديته أزرق كما كتشوفوا معايا الثمن ديالوم خمسين درهم الوحدة النصيحة اللي غادي نقدم لكم هي حولوا ما أمكن ميجي وتختاروا الاسبوت اختاروا اللي عندهم الكادر كي يكون بوحده والوسطاني بوحده بحكم أن إذا تخسرت لكم هادي الاسبوت الوحدة يعني ما عطروش تبدلوا الاسبوت كمين خصوصا إذا كان عندكم عدد كتير من هادي الاسبوت لأنه مني كتدوز واحد المدة ما كتلقاش نفس الشكل اللي خديتي يعني كتلقى دائما كيخرج الجديد يعني ذاك الشكل القديم اللي خديتي ما غاديش تلقاه وهذي تطرت بدل الاسبوت كاملين ولكن عندك عدد كبير غادي تكلفك واحد الميزانية إذا من الأحسن خودوا هذي النوع اللي كي يكون الكادر بوحده والوسطاني بوحده غادي ناخد لي مثلا لاتحرقة البولة عن بدل البولة من بعد نقدر نبدل الترانسفورماتور هذي القضية هذي فعلا ممكن ولكن غادي تبدل البولة وغادي تبدل الترانسفورماتور ولكن عيجي واحد الوقت واحد السنوات محددة وهذي الاسبوتة ضروري غادي تتخسر كاملة يعني ما عبقى الصالح أنك تبدل حتى حاجة ينغسك تشانجيها كاملة لهذا من الأحسن اخودوا كما تشوفوا معايا هنا الكادر وعاد الوسطاني يعني هذي الكادر كي يبقى صالح لك دائما هذي الاسبوت هذي اللي اخديتهم في الورفة النوم ديالي اخديتهم في الرمادي بحكم أني دمت ذلك سباغة ديال ديستيلا في راز ديال كامل في الرمادي ولكن هذي اللون الرمادي اللي اخديت世 أنا أستسمح اللون نقري اللي اخديت أنا رح صالح مع جميع الألوان يعني كيمشي مع كل شي كينا هاد اللون النقري وكينا الدهبي. انا دائما كنفضل النقري ما كيجبنيش انا الدهبي بزاف. يعني اصلاح لكم مع جميع صباعة يعني ما كينتا اشكال. بالنسبة عن غرف النوم هادك الاسبوت اللي اخديت 8 يلوم شوية زايد 75 درهام الوحدة. شوفوا معايا هادو اللي درت في القولوار حتى هما نقرينا قوت لكم كيجبني النقري على الدهبي يعني كنفضله بزاف. اخديتو بهادو اللي هنا في القولوار جاو شوية صغار. بحكم انا اندي ستة يعني محاولت ان اخدو صغار. اخديتهم شوية ناقصين 8 تقريبا 45 درهام الوحدة. يعني ناقصين على الغرفة ديال النوم. هادو بريون واللي في الغرفة ديال النوم جاو يعني مات. انتو ما كنضر لاحظوا الفرق. وديال غرفة في النوم الشكل ديالهم جاو آنيق آنيق بزاف حسن من هادو ديال الكلوار. شوفوا معايا هنا يا في الغرفة ديال النوم ديال الابن ديالي. الليد يعني شعلت غير الليد باش تشوفوا الضو دياله شوية معا معا تصوير ما كيجيش واضح ولكن جال اضاء ديالهم زيون اخديتو في الشيبي ماشي دكترك ولي ناصح الليد. اخديتوا واحد لون شيبي مفتوح. اهنا بحكم كان ضلا مكنطفية ضووي كاملين يعني كيعطي هاد الانارة كتبال بحلي زرقة ولكن هو راه لون مفتوح. اه معلومة واحدة اخرى نزيدة لكم هي بالنسبة لسبوت البولات خودوا غير ثلاثة وات ما يسفوتوش ثلاثة وات بحكم باش ما يجيكمش اه ما يجيكمش اه ما يجيكمش الضو غالي يعني اه يعني اه يعني كمنحية الاقتصاد اصافي اه يعني راه كافيين كيما كتشوفوا معايا الاضاءة راه كافية وبطبيعة الحار انتم معارفين بان الساروت اللي كيشعلكم اللد ولاسبوت يكون بالوحده والساروت اللي كيشعلكم البولة الوسطانية بالوحده يعني باش ما يمكنش تخدموا كل شياز دقة بالنسبة للي أنا يلا دايرها دابا البولات بقى ما ديرت ثلاث ريات لاوالو وبالنسبة الليست بوت يلا درتها الطابق هذا اللي عندي فيه غرف النوم بالنسبة الصالونات وبالنسبة الطابق الأرضي يعني الطابق الأول والطابق الأرضي هادوك ما غاديش ندير حاليا الليست بوت رانتو ما شفتوني مني كوتك نسبخ أصلا خبعتم يعني ما خليش حتى هاداك الفتاحات ما نعرف ربما يدخلش شي طائر ولا شي عصفور يعشش فيهم ولا هادي يعني من الأحسن أني سديتهم وصبخت حتى مني غادي نبغي ندير لس بوت ان شاء الله بحول الله عاد غادي نجيب تريسيان وغادي نفتح الأماكن اللي بغا نفتحها لأن بزاف دير إخوان سولوني هاد السؤال واش مدرتش لس بوت منيكون تكن نسبخ كوتك نبيي البلافون واش مدرتش لس بوت لا أرى ندرت لس بوت المنزل كامل غير حيث هاداك غير حيث هاداك الطابق ما غاديش حاليا ما غاديش ندير له لس بوت لأن انتو ما كتعرفوا الإنسان مني كيكون في الفينيسيون كيكون ليشارج بزاف وكيسبق المهم أنا هالطابق هادا اللي كنصور لكم فيه هو اللي غادي نفينه بصفة نهائية من ناحية دي الحمام يعني لا شاص لا فابو من ناحية دي البلاكارد الكوزينة وخا الكوزينة عندي صغيرة بزاف غادي نحاول نستغل هالي غادي نستغلها وهورا في النوم اللي كينين هنايا أما باقي الحمامات اللي عندي في المنزل الكوزينة اللي عندي كبيرة ما غادي ندير فيهم تحاجة إن شاء الله من بعد لأنك يجيوني أسئلة كثيرة يقولوا لي بغينا نشوفوا المطبخ ديالك بالنسبة على المطبخ الرئيسي اللي عندي كبير باقة ولكن المطبخ الصغير إن شاء الله مني غادي وجد غادي نقربوا منكم وحتى الفينيسيون دي الحمام واحد فقط ودعو معنا بالرزق إن شاء الله بحول الله وحتى أنا راك ندعو معاكم الله يسهل علينا كاملين قال الناس اللي مجموعين فات القناة وكيشوفهم الله يسهل عليهم من أمسع الأبواب ويرزقهم ربي بنسبة الثمن ديال سبوت ديال كلورك نظن أني قلت لكم الثمن ديالهم خمسة وربعين درهم أنا را هادي مدابة شريتهم دا باك نحاول نتفكار الأتمينة مشي عاد شريتهم دا بعد عدلتهم ولكن تقريبا را شهر ونص أو لكسار باش كنت خديتهم خديتهم من صاني لي را نكون ديرت لكم جولة فيهم هذا المطبخ هذا البلافون ديال المطبخ اللي عندي في الطبق العلوي كيما كتشوفوا عن بلافون وراه باين المطبخ صغير بالنسبة هاد ليس بوت هادو اللي خديت سراه ثمن ديالهم مرخيص والإضاءة ديالهم مزيونة بززف ثمن ديالهم عشرين درهم جاو مربعين مشي مدورين غير هنا بحكم أنهم شاعلين وهادي ما كيبانوش جاو على شكل كاري النقطة اللي كنركز عليها دائما البولة ديال الوسط ما يدلكم شي تريسيان نفس الساروت يعني ما شي منيز بغي تشعل 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 البولة الوسطانية يعني تشعل كل شي في دقة يعني كل حاجة بب الساروت دياله باش كتقصص على الضو هنا غادي نقربكم من المفاتيح الكهربائية اللي اختارت هنا المعلم رهو ماكيل استقلي هاد المفاتيح أنا بالنسبة لي أنا اخترت جوج أنواع جوج أنواع ديال المفاتيح ماشي المفاتيح بمعنى الأصح يعني الكادر ديال المفتاح أما الوسطانية رهو المنزل كامل اخترت نفس النوع هو لو جران في بيج هنتم معتشوفوه غادي نقربكم منه وتشوفوه بنسبة ثمن ديال وربعة شر درهم هذا ديال واحد وبطبيعة الحال الثمن ديال البرز بوحده والثمن ديال البرز ديال الموتور بوحده هرانتوا معرفين هاد المسائل هادي المهم الأثمينة كلها ربقى عندي في البون اللي بغاش نعطيه الثمن بضضب ديال شي حاجة يخليها في كومنتور يعني نعطيها الورا عندي الأثمينة سواء ان كان بالنسبة الساروت ديال الريدو ولا جميل أنواع ديال المفاتيح غادي نخلي يخليلي السؤال في كومنتور شوفوا معي هنا يعني كيتقاد بالميزان ديال الما باش ما يجيكش هادك الساروت مايل ولا شي حاجة بنسبة تريسيان ما خصوش يركبو غير بالعين ديال يعني غير بالشوفة العين لأنه يقدر يبله هو هادك ويكون فيه الميل يعني ضروري من الميزان ديال الما المهم بالنسبة كيما قلت لكم من المفاتيح اخترت واحد القادر ديال المفاتيح اخترت النوع في الباج يعني ثمان دياله ناقص كيدير 12 درهم القادر ديال واحد ولكن ديال جوجو ثلاثة في طبع الحرة زايدين بالنسبة الطبق الأرضي والطبق ديال غرف النوم بالنسبة الطبق اللي عندي فيه الصالونات اخترت واحد النوع شوية زايد في الثمان القادر بحل اللون ديال اللون ديال استراجهم اللي درس أنا انتو ما غادي تشوفوه جمزيون بزا فغير هو الثمان دياله شوية زايد بالنسبة للكادر ديال واحد الثمان دياله كيدير 45 درهم الكادر ديال جوج كيدير 80 درهم والكادر ديال ثلاثة كيدير 105 درهم يعني شوية ذاك الكادر كيجي غالي مكلف عليها ماقدرش ندير المنزل كامل رغم أن جبني في المنزل كامل يعني اللي عنده استطاعة أنه يدير رهجة رائع وعنتم ما تشوفوه غير شرح لكم قبل ما نوصل لقطة اللي صورت فيها هذك المفاتيح يعني اللي قدر أنه يدير يدير مكملين يعني جو روعة هنا يكتلقى الكابل ديال تلفاز الكابل ديال الانترنت ما تنسوش هذ المسائل هذي كاملة مني كون كيدوز لكم استالاسيون شوفوا معايا هنا بالنسبة هذا الكادر اللي رخص واحد المعلومة يعني أنا خديت لغغم بالنسبة السرود دخلاني وحتى ليه كادر يعني غير الثامن كيختلف غير في اللون يعني هذك اللون ديال تشامبان اللي اخدت أنتوا معا تشوفو يعني زيد هذك الثامن غير في اللون كيما قلت لكم المركة ديال لغغون وكيف يعني حتى الكادر ديال تشامبان خديته لغغون يعني الفرق في الثامن غير في اللون ولكن اللون لاخر انتم ما عدت شوفوه جاء متميز عجبني بزاف وحتى هذا البشرة تهو يعني كتقام رخص ولكن حتى هو كيجي آنق وكيجي مع الالوان كاملة كيما كتشوفو معايا نحاول وحتى الفرما ديال وشوية جام بومبي يعني جام زيون بزاف هذا اللون اللي قدت كم لالثمن ديال وزايد بحل دب هذا ديال ثلاثة داير 105 درهم ودير 1 داير 45 درهم كيما كتشوفو معايا نفس اللون ديال الريدو ديال سراجم الوسطاني في الباج يعني المنزل كامل درت للوسطاني في الباج يعني جاف الصالون اعطى وحد الجمال رائعة بحكم ان الصباح داير في الباج انا نفتوح جاس بحل لون ديال الوسطاني وبالنسبة للكاترة جاب حل لون ديال النوافيد وانتمنى الفيديو يكون اعجبكم ما تنسونيش من لايك اللايك ان شاء الله انتلقوا فيديو اخر بحول الله وبسلام عليكم ما تنسونيش من الله